في شوارع العراق أو في ساحاته عرف رجل الحكومة الأول مصطفى الكاظمي أن أوراقا من الظلم والفساد جرى عليها الزمان أو تراكم فوقها غبار السنين لكن ثمت ما يفاجئ به العراقيين صانعا له من لحظة الفارقة في سبيل أن تفتح أوراق الإصلاح ومحاربة الفساد لأول مرة في كثير منها منذ عام 2003 وكما دخل سجونا للبحث عن متظاهرين خشية أن لا يحرم إنسان حريته ظلما من نشطاء العراق يفتح رئيس الوزراء سجونا سجن فيها عراقيون أبرياء من تهم كيدية سجلت بحقهم وظلت أرواحهم تصرخ بالحق المفقود وربما كانت جبلة بداية شعلة لقصة من أصعب القصص وأخطرها بحق أبرياء قيدهم السجان بعد افتراء أو تضليله لكنه الرجل الذي عاهد أبناء العراق على أن يفتح كل ملف من ملفات سرقت فيها الحقوق أو سرقت فيها الأرواح هكذا يشفى غليلهم بعد زمن ولو أن الظلم طال لكن للمظلوم حق أعاد له الكاظم أنفاسه بعد قرار في إنجاز المهمة الإصلاحية الكبرى لعمل المؤسسات الأمنية تلك التي ساهمت ثغرات الاستغلال فيها أن تحرم حرية مواطن وحياته لتبقيه في السجن قرار يفتح سجون العراق ليكشف المستورة بداخلها أمل في أن تبدأ البلاد صفحة جديدة لا تدخل عن صرها الأمنية أي ثغرة قد تعيد مسلسل الظلم والحسرات ترجمة نانسي قنقر